ما خصائص منهج النشاط؟ تتمثل خصائص منهج النشاط فيما يلي الاهتمام بمييل الطلاب وحاجاتهم وهذه هي نقطة البداية في منهج النشاط وهو يركز على الميول الحقيقية للمتعلمين والتي يتم في ضوئها اختيار المحتوى الدراسي للمنهج المدرسي منهج النشاط لا يخطط مقدمة فنظرا لأن منهج النشاط يعتمد على إيجابية المتعلم ونشاطه وذلك في ضوء ميوله فإن تخطيط هذا المنهج وإعداده يكون بعد تحديد ميول الطلاب وحاجاتهم وهذا يكون عكس منهج المواد المنفصلة الذي يركز على المعرفة أيضا من خصائص منهج النشاط الحرص على وحدة المعرفة وتكاملها فهذا المنهج لا يعترف بالحواجز الفاصلة بين المواد الدراسية بل هو يوظف هذه المواد المنفصلة في صورة متكاملة وذلك في أثناء قيام الطلاب بنشاط تعليمي معين العمل الجماعي والتخطيط المشترك في منهج النشاط وذلك من بدايته وحتى نهاية هذا النشاط فما يقوم به المعلم والطلاب من اختيار لمجال النشاط والحصول على المعلومات الخاصة به وأيضا توزيع العمل على كل طالب وغير ذلك كل هذا يتم بصورة جماعية وبتخطيط مشترك أيضا من خصائص منهج النشاط استخدام طريقة حل المشكلات ينظر هذا التنظيم المنهجي إلى التعلم على أنه عملية استقصاء وبحث بدلا من استيعاب المعلومات وحفظها فالطلاب يواجهون مشكلة من المشكلات بجمع بيانات وفرض فروض وبحث عن بداء المختلفة وذلك وصولا إلى حل لهذه المشكلة فهم يمارسون أسلوب حل المشكلات ويكتسبون أيضا مهارات البحث عن المعرفة وهذا ما يتميز به منهج النشاط لا يتقيد منهج النشاط بالحواجز الفاصلة بين المواد الدراسية بل يقوم بتوظيفها بصورة متكاملة في أثناء قيام الطلاب بألوان الأنشطة المختلفة ويستفيد منها جميعا في مواجهة مشكلة ما أيضا من خصائص منهج النشاط تقويم المتعلم على أساس مدى تحقق النمو في شخصيته فمنهج النشاط لا يهتم بقياس مدى ما حفظه المتعلم من معلومات بل يهتم بمدى التغير الحادث في شخصية المتعلم وذلك نتيجة أوجه النشاط التي قام بها في المواقف التعليمية